قرية معصرة ملاوي بمحافظة المينيا كانت على موعد مع السعادة منذ أصبحت أول قرية بمحافظات شمال الصعيد تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة المينيا أعلنت الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات الخدمية بالقرية ضمن نحو 400 مشروع بقرى مركز ملاوي في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه رئيس الجمهورية مشروعات غيرت وجه الحياة بشكل كبير ما جعل القرية تقترب من مسمى المدينة وتم توصيل خدمات القهرباء، المياه، الصرف الصحي، الغاز الطبيعي والإنترنت لجميع منازل القرية كما تم إقامة مواقع خدمية شمل القطاعات، الصحة، الشباب والرياضة، الزراعة، التموين، التعليم، البريد، الشهر العقاري، التوفيق ومستقرقة وزارة الداخلية وغيرها تم الانتهاء من الصرف الصحي، الغاز، نت الفايبر، دعم الكهرباء، دعم المياه تم إنشاء ثلاث أجنحة في مدارس التربية والتعليم تم تطوير جميع المدارس بالقرية تم إنشاء مجمع خدمات حكومي، مجمع خدمات زراعي حاليا جاري الراس تم الانتهاء من مركز الشباب تقع قرية معصرة ملاوي على مساحة 1650 فداناً وتضم 31 ألف نسمة يعمل 80% من أبنائها في الزراعة وقد تم إنجاز مشروع شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والإنترنت وتدعيم ثلاث مدارس ابتدائية بثلاث مباني إضافية وإقامة مجمع مصالح ومستشفى وعيادة بيطرية شهدت القرية أيضاً إقامة مجمع زراعي ومجمع ألبان ومركز شباب يضم ملعباً خماسياً وملعباً قانونياً لخدمة شباب القرية فضلاً عن ذلك تم تجميل الشوارع بالإنترلوك ورصف شوارع القرية بطول 20 كيلومتراً وتشغيل أكبر محطة لتنقية مياه الشرب على مساحة عشرة أفدنة لخدمة القرية وقرر المركز نهضة الحضرية كبيرة شهدتها قرية معصرة ملاوي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية يستحقها جميع أبناء هذا الوطن خصوصاً في صعيد مصر